كيفية الغسل الشرعي للغسل الشرعي صفتان الأولى هي تعميم جميع الجسد بالماء بقصد الطهارة والصفة الثانية وهي الأكمل أن يقصد الطهارة يقول بسم الله يغسل كفيه ثلاث مرات يغسل فرجه بيده اليسرى ثم ينظفها يتوضأ وضوء الصلاة ولا يغسل قدميه يصب الماء على شعر رأسه ثلاث مرات ويدخل أصابعه فيه مع ذلك ليصل الماء إلى كل الرأس يغسل جميع بدنه مبتدئاً بالجانب الأيمن ثم الأيسر مع إمرار اليد مع صب الماء ثم يغسل قدميه آخر شيء أيضاً ينبغي للمغتسل عدم الإسراف في الماء عند الغسل بل يكتفي بحاجته دون تبذير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا